بحث سفير بلادنا لدى ماليزيا دكتور عدل باحوميد مع المدير العام لمجلس الأمن القومي الماليزي ناشير وان بن زين العابدين تطورات الأوضاع في بلادنا واستعرض باحوميد الجهود التي يبدلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها وتسبب بها الإقلاب الحوثي في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها مؤكدا أهمية رفع مستوى تنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة وجدد السفير باحوميد حرص الحكومة الشرعية على إيجاد حل سياسي دائم وتقديمها العديد من التنازلات في سبيل ذلك وكذا دعمها المستمر لكافة الجهود والممادرات التي يقدمها المبعوث الأمم إلى اليمن متطرقا إلى مسببات وأبعاد القرار الذي اتخذته القيادة اليمنية بتصنيف ميليش الحوثي منظمة إرهابية جراء ممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وتهديدها للسلم والاستقرار والأمن في الداخل اليمني والمنطقة بل وعلى حركة التجارة الدولية وحرية الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي من جانبها أكد المدير العام لمجلس الأمن القومية الماليزية على الموقف الثابت والمبدأي للحكومة الماليزية والدعم لكل جهود إحلال السلام في اليمن مبديا للسعداد لكافة أشكال التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين